حدثنا عبد الملك بن عمر وحدثنا مجمع بن يعقوب من أهل قباة قال حدثني محمد بن إسماعيل أن بعض أهله قال لجده من قبل أمه وهو عبد الله بن أبي حبيبة ما أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أتنا في مسجدنا هذا فجئت فجلست إلى جنبه فأتي بشراب فشربه ثم نولني وأنا عن يمينه قال ورأيته يومئذ صلفين عليه وأنا يومئذ غلام